نهاردة هنقدم مقارنة ما بين المتلازمة أو السندروم، المرض، الديزيز، الإطراب، الدسوردر، والحالة هي الكيز وفي الأول هنتكلم على المتلازمة وهنقول يعني إيه المقصود بالمتلازمة؟ في الحالة المتلازمة هي مجموعة من الصفات أو السمات أو الاختلالات مجموعة من الخلل اللي يمكن أن أتعرف عليها وبتميل أن تحدث معرض عليها وترتبط بمرض معين وفي الحقيقة هي مجموعة من السمات المميزة التي تعمل معاً وفي معظم الأحيان بتبقى مرتبطة باسم شخص اللي هو اكتشفها في الواقع أصل المصطلح بتاع سندرون هو من اليغة اليونانية سن بتعني معاً والدرون تعمل يعني تعمل معاً مجموعة من الأعراب بتعمل معاً إذن هذه مجموعة من النتاج التي تميل رؤيتها في عدد من الأفراد الذين لا تربطهم صلة أعرابة وبتتسم تسمية نظم المتلازمات على اسم الطبيب اللي لاحظها الأول مرة عند الأشخاص لذلك على سبيل المثال متلازمة داون هي حالة لاحظها الأول مرة الدكتور داون متلازمة مارفين هي حالة لاحظها الأول مرة الدكتور مارفين ولك قائمة كاملة بهذه المتلازمات أو المئات المئات من المتلازمات التي تم وصفها في الغالب على مدى 150 عام الماضية أو نحو ذلك في الطب وغالبا ما يتم التسمية على اسم الشخص اللي لاحظ أولا هذه السميات التي تميل للعمل معها وممكن أن تحدث المتلازمات الطبية بسبب التفارات الجينية أو عوامل أخرى لو جينا نذكر أمثلة لبعض أسماء المتلازمات في متلازمة التعب المزمن متلازمة بيتو متلازمة راي متلازمة داون متلازمة كلاين متلازمة تيرنر متلازمة نونان متلازمة إدوار وفي متلازمة اسمها غريب شوية وطباعها غريبة شوية اسمها متلازمة بابيلون لوفيفر ودي هنذكرها في فيديو لوحدها لو جينا نشوف بعد كده المرض أو الديسيز المرض هو حالة طبية في الجسم بتعطل سير العمل الطبيعي والعمليات الفيسيولوجية كل مرض وعالماته وأعراضه المنسوبة إليه من المقبول عموما أن هناك أربع نوع من الأمراض المسببة يعني في حاجات مسببة للأمراض ممكن تكون عوامل وراثية وفيسيولوجية وبتبقى دي في مجموعة من الاختلالات هي اللي بتتسبب في هذا الموضوع من ضمنها زي ما قلنا أمراض وراثية أو أمراض لأسباب فيسيولوجية بيتعلق الاختلاف الأساسي بين المصطلحين بالأعراض التي ينتجينها يعني بمعنى أن يمكن تعرف المرض أن حالة صحية لها سبب واضح وراها ومع ذلك قد ينتج عن متلازمة من الكلمة اليونانية التي تعني عدد من الأعراض دون سبب محدد وتشير المتلازمة إلى مجموعة من الأعراض بينما المرض إلى حالة ثابتة يبقى هنا هنوجد بقى حتة المقارنة أن المتلازمة بتشير المجموعة من الأعراض أما المرض حالة ثابتة المرض هو حالة بتتميز بثلاثة عامل أساسية سبب بيولوجي مؤكد ورا الحالة مجموعة محددة من الأعراض وتغير ثابت في الجسم بسبب الحالة ولا تحتوي المتلازمة على أي من هذه المميزات حتى الأعراض الموجودة عدة تكون غير متصقة وبالتأكيد لا يمكن تعقبها لسبب واحد الأعراض التي تسببها المتلازمة ليس لها سبب ثابت وراها لكن في حالة المرض يتم تحديد السبب وعلاج المتلازمة هو بشكل رئيسي من الأعراض في حالة المرض يتم يعلاج السبب الأساسي مرض يسبب تغيرات في علم التشريح المتلازمة قد لا تنتج أي تغيرات من هذا القبيل وده مقارنة كده بين المتلازمة وما بين المرض طب الإطراب خلل المرض في الوظائف الطبيعية أو العادية في الجسم أو جزء من الجسم يبدأ يحصل خلل في الوظائف الطبيعية في الجسم أو كله أو في جزء منه على سبيل المثال إطراب ناتج عن أمراض القلب والأوعية الدموية وعدم انتظام ضربات القلب لا يعد عدم انتظام ضربات القلب مرض في حد ذاته إنه ضربات قلب غير طبيعية بتحلس نتيجة لأصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ممكن تصنيف الإطرابات في المجالات التالية ممكن إطراب عقلي، إطراب جسدي، بدني، وراسي، عاطفي، سلوكي، هيكلي بعد كده نتكلم عن الحالة أو ممكن تفسيرها بس مهواش حرفي أو الكيز الحالة الصحية غير الطبيعية بتتعرض مع الأنشطة المعتادة أو الشعور بالعافية في بعض الأحيان يمكن أن تكون المتلازمة نتيجة عن عدد من الأمراض أو يمكن أن تكون حالة طبية بحد ذاتها على سبيل المثال المتلازمة التعب المزمن هي حالة عصبية بيتم تشخيصها من خلال مجموعة من الأعراض بالإضافة الأعراض الرئاسية للتوعق التالي للجهد لعلنا نكون قدرنا نبرز الفرق ما بين المتلازمة والمرض والإطراب والحالة مع السلام